السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني? ايوة تفضل لسنية ام شيعية? لا شيعية. شيعية? انت حتى الاية ولا سوف يعطيك ربك فطرده? اي شنو يعني? بس الحسين بيعطي عندك ايضا صح? الحسين ينطي بامر الله. ايوة يبقى لا فرق بين الله وبين الحسين. الحسين بيعطي ايضا والله بيعطي. يبقى المفروض ما تبعيش حتى الاية كده. ولا سوف يعطيك صورة لك في البروفايل بتاع الواطس. ولا سوف يعطيك ربك فطرده. فممكن يعني ربنا بيعطي للنبي. لكن في غير الله بيعطي مرضه. ممكن يعطي للنبي. ممكن يعطي للبشر والحسين. اعتكي الحسين. ممكن تقوليه? خلي اقول لك. اه خلي اقول لك. اه ازرائيل. ازرائيل ياخد الارواح. هو يتوفق ملك الموت الذي وقّل بكم. فديه عمل ملك الموت. الله سبحانه وتعالى جعله يقبط الارواح. مس مش ازرائيل اسمه ملك الموت فيقبط الارواح. نعم. بيقبيدها قل. يتوفق ملك الموت بيقبطها بايذن من الله تبارك وتعالى لكن ملك المدى ما بيرزقش. ملك المدى ما يروحش يقبط روح الا بايذن من قبل. الله تبارك وتعالى وبامر من القبل الله. لكن فين ملك الموت بقى يعطيك ويرزق ويعمل. وبعدين بتستليل على ايب ملك الموت. على ان الحسين بيعطي. هو انتم عندكمش اي ادلة خالص دفتنة الشعية. هو ليه كل شيعب نطلب منه دليل يروح يجيب لي دليل تاني بيتكلم في موضوع تاني. ما تجيب لي من الكرآن ان الحسين بيعطي. فكرة لعقلك. احاول اوصل للفكرة ان ازرائيل ياخذ او ملك الموت مثل ما تقول. ياخذ الارواح باذن الله. عيسى يحيي الاموات باذن الله. اذا اهل البيت ينطل للناس باذن الله. دليلك وابو بكر وعمر والصحابة بيعطوا باذن الله. ايه اذا انتم متأمنون بهم روحوا بس انتم متأمنون. لا مش لا يعني انت انت تخالفين ما انا اقول ابو بكر بيرزق باذن الله. اخالفك لانه ابو بكر كافر بالنسبة لي. لا هو ممكن دين امك انت اللي هو فيه كفر وكده. فخاليك مؤدبة ما تحاوليش تسيء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخليك على الاتصال معي. اول حاجة هتقولي تب ازاي ابو بكر بيعطينا باذن الله. هقولك عيسى بيحيي الموت باذن الله. ايه 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 ازرائيل بيقبض الروح باذن الله. هعمل زيك كده. وهيجي واحد تاني ويقولك ايه المرزى غلام احمد بيرزق ويحيي ويميت. دليلك ايه? عيسى بيحيي باذن الله. ملك الموت بيأخذ الارواح باذن الله. والتاني هيجي يقولي احنا الحاخام اليهودي دوت بيرزق ويحيي ويميت. دليلك ايه? عيسى بيحيي باذن الله وملك الموت بيأخذ الارواح. هو انتم يعني الخبل اللي في دماغكم ده مش هتفوقوا منه. ما تجيبي دليل على ان الحسين يخلق ويرزق ويحيي ويميت. الدليل من القرآن الكريم. هدي لي دليل ان الحسين بيخلق ويرزق ويحيي ويميت. يا ستي الحسين بيعمل كل شيء. للحسين يساب الطفل عبد الله الرديع. يسابه كده يقتل والدماء تسيل منه. لماذا ترك النساء آل البيت سابية عند يزيد في قربلاء. ما ان الحسين بيفعل كله باذن الله. فضل. اجيب. معني. معني. خلينا ندخل بهذا المحور. ما دام انت قلت الحسين الحسين انقتل وهو يعلم الغيب. مصحيح هذا اشكالكم على الشيعاء؟ لا لا مش هزا. لا 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 مش اشكالة عن علم الغيب. مع انك مش هتعرف ان تجي بعلم الغيب. لا انا اشكالة ليه. الحسين ما فعلش كل ذلك باذن الله. زي ما انت كنت بتقولي دلوقتي. لماذا لم ينقذ التفل الرضيع مع انه بيفعل كل شيء باذن الله. لماذا لم ينقذ النساء ولا يكونوا سابية عند يزيد باذن الله. تفضل. ها هسا اقول لك ليش. يعثر سمية من استشهده بمرأة من الرسول. الرسول ليش ما انقذهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس بيده ولاية تكونية. ما كان في يد النبي صلى الله عليه واله وسلم. الا قال سبرا. الا ياسر فان موعدكم الجنه. لكن النبي لا يعلم الغيب. ولا بيayd ولاية تكونية. ولا بيتحكم في جميع ذرات الكون. وقال ولو كنت اعلم الغيب. لا استكثرت من الخير. وما مسني السوء. فسوء الذي مس النبي صلى الله عليه وسلم. كما في غزوة احد. حينما شجع رأسه صلى الله عليه وسلم وساة الدم الشريف على وجه. وقسرة رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان يعلم الغيب لس تكثر من الخير وما مسه السوء تعالي بقى نرجع تاني وهبضل مسجد في النقطة دي ومش هتهرب منها لماذا الحسين إن كان يرزق ويعطي لماذا لم ينجي الأطفال في قربلاء اتفضل لأنه هو اختبار اختبار للناس وللمسلمين ممكن تقول لي أحد الحسين رزقه أو أعطاه احنا بالنسبة لنا الشيعي نعم اهو اهو اللي انت هتغني اغاني افريقية ولا مش انت الشيعية اللي اتصلت لأول امبرح وقلتلي القرآن محرف يا بيت. لا انا والمرة اتصلت. انت ترى ان القرآن محرف? القرآن هاي اشكالك وبس احنا عندنا الشيعة هذا الموضوع به اشكال. لا انت 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 بتاعتكد ان القرآن محرف? ايه ودعا اقول لك انا عندنا اشكال ان القرآن انه هو مو كامل. الكامل ويل الامام الحج عليه. طيب جميل انت بقى بتقوله النبي امرنا بالتمسك بالكرآن والعطرة بالثقلين. الثقل الاكبر والثقل الاصغر. القرآن والعطرة. طيب الكرآن فين? محرف. يعني ده مش لا ده القرآن اللي جمعه عثمان خلاص هاسيبه القرآن. هاتمسك بالعطرة. العطرة فين هربانة وغيبة. يبقى احنا دينا دين ضلال يا اخت. يعني احنا دينا دين ضلال. ايه القرآن محرف ومش موجوز في اي شيء صحيح. والعطرة غيبة. نتمسك بايه بقى? نتمسك بالمراجع اللي امتهنوا النساء باسم المتعة واللي سرقوا الاموال باسم الخمس. نتمسك بايه اللي ده من القرآن دلوقتي مش صحيح والامام غائب. نتمسك بايش تفضلي. سمعني. اتفضلي اجيبني بسم الله عليك ما تغيري الموضوع. نتمسك بانتسمك الاول. نور. لا اعلم. متأكد يا والله مش مهم. طيب يا استاذة نور دلوقتي. الكرآن محرف. ومش صحيح. والعطرة هربانة. نتمسك بايه يا نور. ايه. هاي بالنسبة لك العطرة هربانة. مال هي فين العطرة. بالنسبة لك. فين العطرة. بان اقول لك بس لحظة سيلك سؤال. انت بالنسبة لك الحسين. شهيد لو مو شهيد. بقى بقى سمينا دلوقتي من موضوع الحسين. سمينا من موضوع الحسين. لعن الله من قتل الحسين او اعن على قتل اوراديا بقتله الشهيد السعيد ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. شهداء احياء عند ربهم. مش عندنا هنا. ما كل شهيد بقى هنقول ان هو حي ويسمعنا ويرزق ويعطي. سيبكم موضوع دلوقتي عشان ما نتنقلش الموضوع بس. معلش انت العطرة فين? انا قلت هربانة. انت بتقول العطرة فين? العطرة بالنسبة انها موجودة. فين? يعني فين تريدها شنه? احياء يبقون طول العمور شلونة يعني مثلا. طب ازاي ما تمسك بالعطرة وهي مش موجودة? فين امامك المهدي? امامك. شان متمسك بالرسول هو ما موجود. شان متمسك بعمر وابو بكر وهما موجود. انا تمسكت بالرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الرسول اللي موجودة. ايه هما لعدوا. ايه اتي شنة تضحك عليها لو شنو? يعني هما سنتهم موجودة. او ايه سنتهم موجودة? او ايه سنتهم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اتى يا شيعي يا موالي قال لنا ايه? قال لنا قال النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله. تمسكوا بي الثلاثة وعشرين سنة اللي انا هعيشهم فقط. وبعد كده لا تحتاجون لي. لي يا رسول الله ما احنا عندنا سنتك. لا 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 تمسكوا بسنتك. مال في ايه? في سنة تانية هيجوا بعدي هيعودوا امتين سنة بس وبعدين هيموتوا. السنة الائمة عندكم اللي بقالهم الف ومتين سنة. فالسنة بتاعة الائمة موجودة بقالها الف ومتين سنة. فالنبي اتى وقال لنا دعوا سنتي وتمسكوا بسنة اناس اخرين. لذلك الشيعي يعني لا تجد في دينه تمسك بسنة النبي. كتاب الكافي اللي فيه اكثر من ستاشر الف رواية عدد روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتين وتسعين رواية فقط. ليه علشان الاخت نور بتقولك لا ما احنا عندنا بقى سنة سنة العطرة نتمسك بسنة العطرة. فطرقنا سنة النبي وتمسكنا بسنة العطرة. طيب لماذا لا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. اسألك سؤال. انت انت تؤمن اية المباهلة اللي موجودة بالقرآن. ما لها اية المباهلة. قرأيها كده. ها. اية المباهلة. اسا بغض النظر اقراها او لا. لا اقرأيها مش انت بتستدلي باي انا انسيت القرآن محرف عندك. طب اذا استدلي بيهو القرآن ده ما الاية المباهلة تكون من صحوحة عندك. كيف تستدلي بيها? ايه مالك ايه? اتلغبطت ليه كده ايه? ايه مش انت بتقول ان اية مش انت لسه من شوية بتعتقد بان القرآن محرف. طب ازاي بقى تكرا اية المباهلة. ليه تستدلي بيه? ما هو ممكن بعد يقول لك لا لا يا نور الاية دي من الصحيحة. يتلعك واحد ده ديل تصارdo محاس انت الحامن القرآن اقول لك الاية دي وصلتي لا الاية دي من الصحيحة. ايه المهمة تنزل معك؟ مالها الاية المباهلة? المباهلة ليش ما اطلع عمرو ابو بكر ويا? ليش طلع السيدة فار Pakistan? لا اي احد هيباهلة انا اروح اخد اهه جاري هقول لي الجاري معايه. يقول لي رايح فين. هقول له تعاله تعاله عشان هباهل عليه هو اللي بيباهل بيباهل بجيراني هو اللي بيباهل باهليه. لذلك انت عندك في كتاب علا للشرائع للصدوك قال إن في كتاب المفيد قال إن الأسقف وعبد المسيح قالوا إذا خرج محمد بأهله فلا تباهلوه وإذا خرج بأصحابه باهلوه ولذلك النفوس مجبلة على الخوف على الأقارب أكثر من غيرها يعني مدربت مثلا قبل كده ما تكلمت أنا بحب مثلا إمام الحرام فما يجأ أقول لك يا رمي عيسى إنت ترى أخوك أفضل ولا إمام الحرام أقول لك لا ما فيش مقارنة إمام الحرام أفضل من أخي أنا أرى بكثير طيب بتحب أخوك أكثر ولا إمام الحرام أقول لك ما فيش مقارنة أحب أخي أكثر فالنفوس مش بلى على الخوف على القريب أكثر من الخوف على الصاحب فواحد هيروح يبقى ليأخذ إصحابه معاه لا هيأخذ أهل بيته لكن إن بخد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في المباهلة فيها إيه دليل دية الدليل ده فيها إيه وأنفسنا وأنفسكم فيها إيه الدليل دية أنفسنا وأنفسكم يعني الإمام علي هو نفس النبي صح؟ صح طيب عائشة نفس النبي أجيب لك دليل أي قال تعالى لقد جاء قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فيها زوجة النبي فيها نفس النبي وبتعلم الغب ومعصومة في كتب آه آه لا في لبؤك ياختي وخليك معي بس تعالي والصحابة نفس النبي السحابة يا نور نفس النبي الله سبحانه وتعالى قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم ده دي أكوى من آية علي علي وأنفسكم فقط لكن دي جاءكم رسول من أنفسكم وحريص عليكم فالنبي كان حريص على الصحابة هو والصحابة تلعو نفس النبي صلى الله عليه وسلم رديلي على دي يلا خلق عليك بقضية عائشة لا 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 ردي عليها الأول بالآية لأنا استدللت بيها الآن لن أنتقل لشبهة أخرى ردي عليها بالآية لأنا استدللت بيها الآن النبي صلى الله عليه وسلم علي نفس النبي عندك خلاص الصحابة نفس النبي هو وعائشة نفس النبي بس خلقنا في آية الصحابة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزون عليهم عزيزون عليكم فما معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم فضل دي اسمعني ليه خارط عن عائشة ليش خلينا أرد عليك لقد جاءكم رسول من آه طب عائشة نفس النبي بهذه الأيوة ولا لا خلي جاوبك عائشة طلعت على الإمام عليه في معركة الجمل لو لا طب وتسببت في قتل المسلمين قال إذن أقول لك طلعت على الإمام علي بمعركة الجمل لا ما طلعت على الإمام علي كان خيف من عائشة كله بيخاف من عائشة في دنها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقولك وآشار قن يقصد بيت عائشة وقل من هنا يخرج كرن الشيطان تم لماذا لم يقل عائشة كان خيف من عائشة بيستخدم التقية حتى الله عيزا باللف دينهم كان خيف من عائشة ضرب الله مثلا وامرأة تنوح وأمرأة طلوط ولمثل دا ضربوا العائشة طب ربنا لم يذكر عائشة ليه في الأية دي كان برضو استغفرها في دين الإمامية القذر كان خايف من عائشة وكان بيستخدم التقي طب والإمام علي حربت الإمام علي وقتلت المسلمين طب والإمام علي عمل ليه أرجعها معززة مكرمة إلى المدينة ليه كان خايف من عائشة سبحان الله يعني عائشة دي عاملينها جبرود لا أحد يقدر عليه بأبي هي وأمي رضي الله عنها العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات خرجت عائشة رضي الله عنها للإصلاح وكانت في الجيش ممن خرج معها لم تخرج بدون محرم خرج معها ابن أختها عبد الله بن الزبي ده رقم اثنين وخرجت للإصلاح وأرجع عليه رضي الله عنه معززة مكرمة ولم تخرج للقتال ده رقم ثلاثة بس ما عليش إذا ما أنت بتتكلمي إزاي السيدة فاطمة خرجت تطالب بأرض فدك تطالب بحقها مو تطلع التطالب آه طيب بتطالب بحقها كيف تخطب في المهاجرين والأنصار تردنتي يا نور تيجي مسجد في رجال أهل سنة وتقفي على المنبر تخطب في الرجال أي عادي آه أنا عاربة عندك عادي وكل حاجة عادي والمتعة بالبكر بغير إذن وليها عادي وإنك تخرجي تقفي في الرجال عادي آه عندك أنت يا ماما عادي لكن فاطمة الطاهرة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش عادي الله سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكنا فكيف تخرج فاطمة أنت بقى ترد أنك تخرجي أنت أنت ترد تخرجي وتقفي على المنبر كده وتخطب في الرجال عادي ده عندك عادي وجوزك يبقى قاعد في البيت عادي لأن سيدنا علي عياذا بالله ترق فاطمة وجلس في بيته عياذا بالله كفاكم تعني في فاطمة يا نور كفاكم تعني في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهم أنت استدلت بآية شفت ما رحت تشعبت إزاي ألزمتك وجبتك وربطتك ورجعتك تاني لآية المباهلة بقى فما تخرجيش من آية المباهلة ومن آياتيها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجها ربت منها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي معنا فهل يفهم من ذلك أن الصحابة نفس النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم يا نور كاتم صوتك ليه صوتك مكتوب نور أنا بس هخفي رقمك أهوت وصوتك مكتوب مكتوب علي مكتوب يا نور يا نور تم كاتم صوتها يا نور يفتح المكالمة يا نور رحتي فين يا نور ايه يا نور دعيفتي خلاص يا نور عرفت بطلان دينك يا نور كل يوم يتخش ايه ايه قلت كاتم صوتك ليه يا نور السيدة يعني ما أدره العباس يعني كارثة كارثة فضيع مت الطمجان لما أحد لا فضيع فضيع علشان بعتيك بالأذلة على طول ما أنا ده قلتلك أهو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتتم فهل الرسول هو نفس الصحابة فضل أنت تستدل بالقرآن غير القرآن قال لمسا النبي وقرنا في بيوتكنا وقرنا يا نور وقرنا وقرنا في بيوتكنا يا نور ما معنى وقرنا في بيوتكنا يعني عائشة لا تخرج خالص يعني لا يخرجون لأي مكان لا يخرجون لسلة أرحمهم لا يخرجون إلى الحج والعمرة لا يخرجون ما معنى وقرنا في بيوتكنا لا فضل يطل عن معارك لا خرجت وما كانت خرجة لمعارك وما كانت تعلم أنها يحصل معرقة وخرجت مع ابن اختيها فلم تخرج بدون محرم لكن انت ما شاء الله الان بتخرج في الاربعينية يا نور بالاسبوع ابوكي ما يعرفش انت فيه وتقول له انا في المشاية وانت عارف المشاية بقى فبتخرج ده حل من يتعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يا نور وبعد انت قلت له هو تقبل انك انت تخطبي في الرجال وتأتي في مسجد اهل سنة وتتلاقى المنبر تخطبي والرجال قاعدين كده عاد فاكيد يعني ترضي بالاربعينية نرجع للقرآن تانية نور عندك ادلة من القرآن على تنسيج نرجع اش كم واحدة شيعية انت تعانت بعرضها انا بقول اللي بيخرج في الاربعينية انت عندكم ورب الكعبة شهيد العتاب اللي بيقول كده ارجع شهيد العتاب شهيد العتاب بيتكلم عن اللي بيخرجه في الاربعينية بدون محرم لا يوجد شيعيات بتخرج الى الاربعينية دون محرم وشرط انه هي تكون مو شريفة لا انا لم اقول هي شريفة انا لم اقول ذلك يعني بس انا كنت عايزك تكر ذلك انا عايزك تكر ذلك اني بتخرج الى الاربعينية بدون محرم طب انا سؤالي يا نور لو هي في الاربعينية هذا خرجت وتزوجت متعة حرم لا مو حرم الله اكبر ده اللي عايز اسماعه منك يا نور ده اللي انا عايز ابيينه للناس تخرج الشيعية تقولي لابوها انت رايحة فين يا فلانا ها مش اقول اسم انا رايحة الاربعينية للامام الحسين تمشي باليومين ايه احنا ماشيين تلات اربع ايام خمسة ايام ايه قابلت رجل في الطريق قالت له ما رأيك ايها الرجل هل تتزوجني متعة او الرجل لا لا تزوجيني متعة فالمتعة لا يتطلب منها اذن الولي ولا يتطلب منها شوه فتزوجت وهي في الاربعينية ورجعت من الاربعينية وهي بطنا مثلا في حمل او بشيء او خدت اي شيء لمنع بس هل فعلت معصية في دينك يا نور لم تفعل معصية فعلت معصية الباطر لا ازرى بعلم ابوها لا والله المرجع الروحاني اجاز بالتمتع البكر بغير اذن وليها والمرجع الشرازي هتنزل معك هي ليست بكر شوف خليك ان شاء الله لا 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 استاني بس سيب يا نور سيب وتزوجت ذلك اسمعني 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 ما عدنا كتب صحيحة مثلكم انا عارف انا ما بكبلكيش كتب معشان كده ما رجبتلكيش الرواية اللي موجودة في تهديب الاحكام لبأس البكرة ان تتمتع بغير اذن وليها عشان هتقولي احنا ما عندنا كتب صحيحة عارف لها تهرب منها بس المرجع الروحاني اجاز ذلك والمدارسي اجاز ذلك والشرازي اجاز ذلك خش في الموقع اكتبي الموقع الرسمي رامي عيسى اكتبي كده على اليوتيوب الموقع الرسمي رامي عيسى وخش على قسم الوثائق المتعة المتعة هتشوف الوثائق انا بنزلها كده مراجع كبار الآن موجودين وبيقلدهم الشيعة واجازوا ذلك يا نور بس انا بقولك الآن انا هتنازل معك ان هذه المرأة اسمعيني يا نور زي ما بسمع المرأة دي مش بكر سيب هل يؤذن هل لابد من ان تستأذن لا ايوة ده اللي انا عايز اسمعه منك يا نور فواحدة بقى اتدوزت وطلقت وعندها 22 سنة مثلا يا نور ماشي 22 سنة وتلعت قالت انا رايحة المشاية لابوها لا يؤذن بقى لا تأخذ اذن جواز نكاح متعة ولا اي شيء وهي طالع المشاية قبلت شخص اعجبه وبعض هما ماشيين هي بتمشي هما ماشيين اما لفف الورقة كده اما ايه كاتب الرقم وعمل الورقة كده اما ده زي الفجاد اللي بنشوفها فاي ايه 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 الزينبية الشيعية الموالية فورقة نزل واخد الورقة فتحتها ده رقم موالي امت جايبها الجوال ايوة تيب 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 ترديد قالوا ايوة سلام عليكم عليكم السلام انت اللي رميت لي رقم كنت تبغي ايه اه ابغي زواج متعة اه قد ايه زواج المتعة اه حوالي ساعتين ثلاثة ايه ستة خليها نص يو اه طيب هنعود فين اه في فندق هيقابلنا في قربلاء في اوائل قربلاء كده اه فندق الانوار اه طيب خلاص ان شاء الله المهرة قد ايه انت عارفة عادي المهرة عادية ايه مهرة ما احنا كده كده ما فيش شهود ولا فيه اي حاجة اه طيب خلاص ده رقمي وانا سجلت معك وان شاء الله نتقابل عند باب الفندق وان شاء الله اولا اقولك نتزوج في الغرفة فوق شكرا يلا باي مع السلامة اللي فعله دوت ليس دين بيتعبت به عند الامامية اتحدك الان تقولي اني ده حرام حرام؟ لا محرام بس ده اللي انا عايز اسمعه منك يا نور محرام شفتي يا طاعنة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شفتي ايها الطاعنة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وصل بك الامر الى ماذا؟ الى انك تفعل هذا واقسمه بالله لا يستبعد انك ممن يفعل مثل هذه الامور يا نور والله لا يستبعد اللي يدخل يتعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم والمرة الفاتحة شتمت ام المؤمنين عائشة اهو ده بقى اللي وقرنا في بيوتكونا يا نور؟ لا انت خدتوه وقرنا في فنادكونا اه وقرنا في بيوت الفنادك وبيوت الليل وخارجة ووها فين؟ اه ده نور في الاربعينية عند الامام الحسين والامام يشفع لينا لاني تركت بنتي ونور اتجوزت واحد وترعت من واحد عالتاني والتالت والرابع ده حال نساء الشيعة اللاتي انتبه لا اعمم نساء الشيعة نساء الشيعة اللاتي يتعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم ابتلوا بمثل هذه الامور فترى الشيعية تخرج كما اعترفت نورة هو وتخرج وتقابل فلان في الاربعينية والله سيد الشيعة اقسم برب الكعبة مهتدي يقول لي والله يا شيخ رام كنت ما حبها اتزوج متعة من امرأة ولا حاجة كنت اتفق معها في الاربعينية انا ما كنتش يعرف ذلك والله من السيدي الشيعة المهتدي ده والله يحفظه يا رب ايو والله يقول ليه مدخلة في قوافل المهتدين عندي في القناة قال لي ما كنت احبها تمتع بامرأة هتمتع بيها ازاي مش عارف اعمل ايه فيقول لي كنت نلتف في الاربعينية ونتقابل انا وهي ونتزوج متعيازا بالله ولا من شاف ولا من دري ولا حد شفنا ولا حد عمل وامثل هؤلاء بيتعنوا في عرض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتعنون في ام المؤمنين عائشة كان معكم نور الشرازية الرافضية التي تعتقد بتحريف القرآن ونكاح المتع ايها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة